سلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد ازايكم يا شباب اخباركم ايه يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. والنهاردة هتكلم معاكم في اخطاء شائعة بتحصل وانت بتركب تكيفك الجديد او لو انت بتنقله من مكان لمكان. والاخطاء دي بتكون سبب في ضعف تبريد التكيف. وممكن في بعض الاحيان ان هي تحرق التكيف وتبوازه خالص. وعايز اقول لكم ان انا مبسوط جدا من تعليقاتكم وتفاعلكم واشتراكاتكم في القناة. وبجد اشتراكاتكم دي هي اللي بتشجعني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. وطبعا انا بحاول ارد على تعليقاتكم كلها بس تسامحوني ازا ما كنتش بقدر رد على كل الناس لان بيجي لي كل يوم عدد رهيب من التعليقات وصعب جدا ان انا الحق ارد عليها كلها. لكن اللي كان مرفض للنظر بالنسبالي في اخر فيديوهات عملتها عن التكيفات العزد الكبير من التعليقات اللي المشاهدين بتشتكي فيه من ضعف التبريد في اجهزتهم بالاخص الناس اللي لسه شريعة تكيفات جديدة سواء عادية او ومن كترة التعليقات اللي جات لي بخصوص الموضوع ده فكان لازم ان انا اعمل فيديو النهاردة علشان اقول لكم على السبب في كده لان لو تكيفك كان قديم من اربع او خمس سنين وشغال كويس وبتال تبريده يضعف فدي حاجة طبيعية ولها اسباب كتير بيكون اغلبها متعلق بين التكيف محتاج شوية تنظيف او سيانة لو في حاجة بايزة ولكن لما يكون في شكوى كتيرة من ناس لسه مركبة تكيفات جديدة او ما كملتش سنة ومن اكتر من نوع مختلف من التكيفات مش من شركة واحدة او براند واحد يبقى بالتأكيد في حاجة غلط او حاجتين او تلات اربع حاجات لان ضعف التبريد في التكيفات الجديدة لي برضو اكتر من سبب في منهم سبب علمي خاص بالتكيفات الانفيرتر شرحته في فيديو منفصل هسيب لك اللينك بتاعه في اول تعليق لانه موضوع طويل شوية ولكن الفيديو ده هلخصلك في اهم اربع اسباب واكترهم انتشارا وبالتأكيد هتكون المشكلة عندك بسبب واحد او اكتر من الاسباب دي بس كالعادة يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش علشان يوصل لك كل جديد من محتوى القناة وما يفوتكش اي فيديوهات جديدة. اول واهم سبب هو اللي خلاني اعمل فيديو النهاردة وبيعمل مشاكل عالدي ناس كتير جدا وهو الفاكيوم. الفاكيوم هو مصطلح شائع في تركيب اجهزة التكييف واحتمال كبير انك تكون سمعت عنه قبل كده او لقيت نسبة تتكلم عنه في تعليقاتهم على جروبات الفيسبوك المختلفة. والموضوع ببساطة هو ان بعد ما الفني بيركب الواحدة الداخلية والخرجية للتكييف وبيركب كل توصيلاته ويشعيك على ان ما فيهاش اي تسريب. فطبيعي بيكون دورة التبريد دخلها هوا ورطوبة. فبيعمل حاجة اسمها او تفريغ للهوا ورطوبة الموجودين جوه دورة التبريد للمكيف قبل ما يفتح صمام الفريون. وعملية تفريغ الهوا والرطوبة دي بتتم بطريقتين. الطريقة الاولانية وهي الطريقة الصحيحة والمعتمدة اللي بتنصح بها شركات التكييف في كتالوجات التركيب اللي الناس دايما بترميها ومش بتقراها زي كتالوج تكييف اللي قدامك دلوقتي او كتالوج تكييف واللي بيتم عن طريق او مضخة التفريغ الهوا. والمضخة دي زي اللي قدامك في الصورة دلوقتي ده بيكون شكلها وبيكون ليها احجام وقدرات مختلفة. وبيتم توسيل المضخة دي بالتكييف بطريقة معينة مش مهم خالص انك تعرفها دلوقتي لان دي من اختصاط فني التركيب. وبيشغل المضخة دي لمدة بتتراوح ما بين الربع ساعة للخمسة واربعين دقيقة حسب اطول المواسير والهورس باور بتاعت التكييف وطبعا قوة المضخة اللي مع الفني لحد ما يتم ساحب كل الهوا والرطوبة من دائرة التبريد. وعموما يعني الفني بيعرف ان هو فرق كل الهوا والرطوبة ووصل لافضل نتيجة من المضخة لما قرأت العداد بتكون تلاتين تحت الصفر او سلب تلاتين او غيرها من الاياسات اللي مش مهم برضو انك تعرفها دلوقتي. والطريقة التانية هي الطريقة الغير صحيحة والسبب في اغلب المشاكل اللي بتحصل في التكييفات اللي للاسف مازال في مصر شائع استخدامها من قبل بعض فنيين التركيب وبقول مرة تانية بعض فنيين التركيب مش كلهم اللي بيكونوا لسه مبتدئين ومعندهمش خبرة كويسة او بيكون عندهم خبرة كويسة وعارفين كل حاجة بس ما عندهمش ضمير. والطريقة دي شركات التكييف بتحريبها بقوة دلوقتي وهي الطريقة اليدوية بدون الفاك يامقام. ومشهورة باسم التنفيس الطردي. واللي بيحصل في الطريقة دي ان الفني بيفتح سمام الفريون ربع فتحة كده او فتحة صغيرة ويبتدي من الصمام التاني يدوس على البلف بالطريقة اللي انت شايفة قدامك دلوقتي كزا مرة قال يعني هو كده خرج الهوى من التكييف. وبيفتكر ان فتحة الفريون الصغيرة اللي فتحها دي هتخلي ضغط الغاز يطرد الهوى من دورة التبريد. طيب ليه الطريقة دي غلط وايه خطورة استخدام الطريقة دي وتأثرها هيكون ايه على جهاز التكييف? فاولا الطريقة دي كانت شائعة الاستخدام زمان في التكييفات اللي كانت بتشتغل بفريون ار اتنين وعشرين. وعلى الرغم ان هي طريقة غلط الا ان طبيعة مكونات فريون ار اتنين وعشرين ممكن تسمح بانك تستخدم معها الطريقة دي. وتأثرها السلبي كان بيبان على التكييف بعد اربع او خمس سنين من الاستخدام. ولكن مع التكييفات الحديثة دلوقتي اللي بتستخدم فريون ار ربع مية وعشرة ايه وبالاخص التكييفات الانبرتر فما ينفعش تستخدم معها طريقة التنفيذ التاردي دي لان فريون ار ربع مية وعشرة ايه عبارة عن خليط من غزين فريون مختلفين. الار اتنين وتلاتين والار مية خمسة وعشرين. فمجرد ما الفني بيفتح السماء بتاع الفريون الفتحة الصغيرة دي على اساس النهاية دي اللي هتطرد له الهوى. فهو كده بيكون خلى الهوى يختلط بالفريون لان دول غزين بيختلطوا ببعد مش بيزقوا بعد زي ما هو متخيل. وبكده هو اصلا بيكون بوز الفريون بتاع التكييف لانه بيكون عمل خلل في الضغط بتاع الغزين اللي متجمعين مع بعض بتوع الفريون. وتاني حاجة غلط في الطريقة دي ان حتى الاول هو خرج من دورة التبريد فده مش معناه ان هو خرج الرطوبة اللي بتكون عبارة عن ضرات صغيرة جدا من المياه. ولذلك مهم جدا 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 ان الفني اللي يركب لك التكييف يعمل لان الاول فني ما عملش فهو كده خسرك على اقل تلاتين في المية من كفاية تبريد التكييف. وحتى لو التكييف اشتغل كويس في الاول فبعد سنة او سنة ونص بالكتير هتلاقي كفاءة التبريد في التكييف نزلت للنص. ده غير اضرار تانية كتير هتحصل لمنظومة التبريد كلها. زي ان مستوى ضغط الغاز جوه منظومة التبريد بيختل وفي بعض الحالات ممكن تسمع صوت للفريون بيتحرك في المواسير. وكمان ده هيزود استهلاك الكهرباء وذرات المياه الصغيرة او الرطوبة دي بتتجمد وبتسد المواسير وكمان بتعمل صدى او تآكل في المواسير من جوه. وممكن لقدر الله تكباس نفسه وتحرق بعد فترة. فكلها اضرار انت بغنى عنها. طيب ازاي انت تعرف ان تكييفك تعمله وهو بيركب ولا لأ? فللاسف ان ما فيش طريقة هتعرف بها غير انك تكون شفت الفني وهو بيركب وشفته استخدم او مضخة تفريغ الهواء ولا لأ? لكن ما فيش طريقة تانية انت كمستخدم هتعرف بها الا ازا كنت لسه مركب تكييف جديد او بتنقله من مكان لمكان. وابتديت تشتكي من ضعف التبريد وضعف التبريد ده برضو بيكون ليه اكتر من سبب هتكلم عنهم دلوقتي. ومن ضمنهم بشكل اساسي موضوع الفاكيوم. فاهم حاجة وانت بتركب تكييفك الجديد سواء غاز اربعمية وعشر ايه او ار اتنين وعشرين وبالاخص الربعمية وعشر ايه تتأكد من الفني هل هيركب ومعاه بتاعته ولا لأ? حتى لو كان سعر تركيبه اغلى شوية. ولو جالك من غير بتاعته صدقني ما تفتحلوش الباب اصلا لان ده كده فني ما عندوش ضمير وهيدرك. لان السبب في ضعف التبريد مش غاز الار ربعمية وعشر ايه زي ما ناس كتير بتقول كده. والموضوع ده انا قريت فيه اكتر من بحث علمي هسيب لك الرابط بتاعه في صندوق وصف الفيديو. والابحات دي بتقول ان الفريون الار ربعمية وعشر ايه كفاقته زي الار اتنين وعشرين حتى درجة حرارة خمسة وتلاتين درجة مقوية. وكفاقته بتقلع في حدود العشرة في المية تقريبا لو اشتغل في درجات حرارة اعلى من الخمسة وتلاتين درجة مقوية. فمش هو السبب الرئيسي في ضعف التبريد في التكييف. تاني سبب من اسباب ضعف التبريد في المكيفات الجديدة ومتعلق بالتركيب برضو هو ان الفني يكون ركب المواسير بشكل خاطئ. وتسبب في النهاية تتني بقوة زي ما انت شايف في الصورة اللي قدامك. ده نموزج لواحد ما عندوش ضمير ركب التكييف وبوز المسورة وهو بيربطها وبشكل خاطئ فبتتني منه لان المسورة النحاس بتكون ترية ومحتاجة التعامل معها بحرص شوية. دي برضو صورة تانية لنفس المشكلة ودي صورة تالتة لنفس المشكلة وطبعا التانيات دي بتسد المسورة من جوة وبالتالي الغاز مش هيتحرك صحة جوة دورة التبريد وبالتالي التبريد هيقل. تالت سبب من اسباب ضعف التبريد ان الواحدة الخارجية تكون ركبة في مكان فيه شمس مباشرة طول اليوم على التكييف فحاول دايما انك تركب الوحدة الخارجية في مكان ضل وجايد التهوية وفي نفس الوقت ما يكونش فيه هواة جديد بيجي في وش الوحدة الخارجية لان ده بيصعب جدا على الوحدة الخارجية ان هي تتخلص من الحرارة اللي فيها. فتجنب تركيب التكييف في الاماكن دي الا ازا كان يعني فيه ظروف قهرية قوي هتكبرك على انك تركب الوحدة الخارجية في الاماكن دي وما عندكش حل تاني غير كده. وكمان مهم جدا ان الفني يركب لك قطعتين تكويتش تحت الوحدة الخارجية زي اللي قدامك في الصورة علشان الوحدة الخارجية ما تعملش صوت زنة مزعجة وهي شغالة نتيجة لاهتزاز رابع سبب الوضع في التبريد في التكييفات الجديدة بس مالوش علاقة بالتركيب وليه علاقة بيك انت وانت بتشتري التكييف وهو انك تكون اشتري التكييف قوته مش مناسبة لمساحت الغرفة عندك والموضوع ده سهل انك تحسبه وليه اكتر من طريق حساب زي انك بتحسب او حجم الغرفة يعني بتقيس الطول والعرض والارتفاع بتاع السقف وتدرب الرقم ده في الغرف البحري اللي مش دور اخير او تدرب الرقم ده في ربعمية لو الغرفة ابلي ودور اخير او لو هتحط التكييف في المضع ورقم تلتمية او ربعمية ده هو عدد وحدات او وحدات الحرارة البريطانية المفضلة لمساحت المتر المكعب الوحد ولو الغرفة اللي هتحط فيها التكييف هيكون عايش فيها اكتر من شخصين طول الوقت يبقى هتزاود ستمية بي تي يو لكل فرد زيادة يعني لو دلوقتي عندك صالة او في دور اخير وعايش في اربع افراد وطولها اربع متر وعرضها تلاتة متر ارتفاعها تلاتة متر يبقى اربعة في تلاتة بتلاتة بستة وتلاتين متر مكعب وستة وتلاتين في ربعمية باربعتاشر الف وربعمية بيتيو وهتزود الف ومتين بيتيو للشخصين الزيادة يبقى التوتال خمستاشر الف وستمية بيتيو وممكن بعد كده هتقسم الخمستاشر الف وستمية على تمنتلاف علشان تعرف انت محتاج تكييف كم حصان لان الحصان بيساوي تمنتلاف بيتيو يبقى النتيجة واحد فصلة خمسة وتسعين حصان. طبعا اقرب حاجة في السوق للرقم ده هو الاتنين ورابع حصان يبقى ده اكيدا احسن اختيار لك. لو عملت نفس الحسابات بدرب طاب تلتمية على اساس انك مش بدور اخير هتلاقي نفسك محتاج تكييف واحد ونص حصان. وفي طريقة تانية بتكون اسهل في الحساب ولكن اقل دقة شوية وهي انك تحسب المساحة بالمتر المربع وتقسمها على تمانية يعني لو على نفس المسال بتاعنا يبقى تلاتة فاربعة بتناشر على تمانية يبقى واحد ونص حصان. وعلشان انت من مشتركين القناة اللي بحبهم ممكن توقف الفيديو وتستخدم الجدول اللي قدامك دلوقتي لو عايز تعرف المساحات المناسبة لكل تكييف بشكل عام او تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي قدامك. اتمنى الفيديو يكون افادك فعلا ويا ريت ما تنساش اللايك والسابسكرايب والشير ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.